موبيليس معا نصنع المستقبل فعلا أخت حياة أمطار كانت معتبرة تساقطت على المناطق الشمالية والحمد لله يا رب ستتواصل في التساقط إن شاء الله خلال نهار اليوم حتى مصلحة الأرصاد الجوية أصدرت تنبيه من مستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة عن كميات معتبرة تتراوح ما بين 30 لغاية 40 ميليمتر حيث سجلنا خلال ليلة الأمس 52 ميليمتر وهذا على ولاية سوق هراس بشرق البلاد أما على المناطق الوسطى وبتحديد هنا بالعاصمة على محطة الميناء الجزائر سجلنا 27 ميليمتر 19 ميليمتر على محطة دلس إذن الأمطار ستتواصل في التساقط إلى غاية أمسية اليوم ساري صلاحية النشرية الخاصة إن شاء الله ستنتهي صلاحيتها خلال أمسية اليوم التاسعة ليلا على المناطق الوسطى من ولاية عين الدفلة نحو ولاية أقصى ولاية الشرقية على ولاية التارف مرارا بولاية عنابس كيكدا جيجل بيجايا تيزيوزو البويرة كذلك العاصمة بومرداس أيضا تيبازال بليدا لمدية أيضا على الوجهة الداخلية الشرقية على كل من سطيف برج بوري ريج قلمة ميلا خنشلة سوق هراس حتى على أقول ميلا وقلمة إذن كميات معتبرة ستتواصل في التساقط سجلنا كذلك كميات معتبرة من حبات البرد على المرتفعات الداخلية الشرقية ستتواصل خلال نهر اليوم إن شاء الله إذن الأمطار تقريبا على كافة المناطق الشميل الوجهة الساحلية وحتى المرتفعات والهضاب حبات من البرد كذلك تحت وقع الرعود إن شاء الله على المرتفعات الداخلية الشرقية الأمطار ستمتد إلى غاية منطقة التلوحات على كل من بسكرة لمغير توقر تحت على ودسوف إذن أمطار معتبرة إن شاء الله سحب عابرة على شمال الصحراء أجواء رعدية من أقصى الجنوب نحو الصحراء الوسطى كذلك منطقتين الأهجار والتصلي وصولا إلى مناطق الجنوب الشرقي وأجواء مشمسة حول الله على وجه المناطق الجنوب الغربي درجات الحرار فعلا في تراجع مقارنة بالأيام الفارطة تقريبا على كافة تصلي المناطق الشمالية خاصة المرتفعات والهضاب ثمان درجات كدنا مقياس أقول تسع درجات على المشيرية عامة البيض وسعيدة ناشن درجة على الجلفة نفس المقياس على كل من تبسة قال ما ميلا خنشلة ننتظر 14 درجة على تيزيوزو البويرا المسيلا بورج بوري ريج سطيف قسنطينا 16 درجة على العاصمة 17 درجة على كل من بي جاية جي جلسكي دعنا به الطرف نفس المقياس على أوهران وتلمسان 20 درجة على منطقة الصورة على عين الصفرة بشار ننتظر 28 على غردية 28 درجة على ولاية إليزي 27 درجة على ولاية جانت نفس المقياس على إنصالح 26 درجة على ولاية أدرار تيميمون ننتظر 28 درجة على تيندوف لكن دائما أجواء حارة على أقصى الجنوب مقايس ما بين 33 درجة إلى غاية 37 درجة وهذا كعلى مقياس على إنجزا للملاحة والصيد البحري نظرا لانخفاض الضغط الجوي على حوض المتوسط مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحول الله بحر هائج كثير الهيجان على الوجهة الغربية ننتظر رياح معتدلة ضمن تيارات شمالية شرقية لنتتعدى 40 كم في الساعة لكن تبقى ضعيفة على الوجهة الوسطى مع 25 كم في الساعة لكن ستشتد شرقا مع تيارات شرقية تماما تصل إلى غاية 50 كم في الساعة هذا نحوال طقس داخل الوطن على بعض عواصم إفريقيا هناك كذلك أمطار موسمية رعدية إن شاء الله على أنتانو ناريفو كذلك لوزاكا أبيجان أجواء حرة مع نسبة رطوبة عالية مع أجواء مغشات على بونجي وأبوجا أمطار على أديسابيب مع 23 درجة نيروبي أجواء مغشات مع 28 درجة لكن نفس الأجواء على ويندوك مع 26 درجة وأجواء متقلبة على كيبتون بجنوب إفريقيا مع 27 درجة أما عن وقت غروب الشمس لنهار اليوم إن شاء الله نهاية الأسبوع على مستوى القصمة بحول الله سيكون في تمام السادسة 58 دقيقة ولا أكثر تفاصيل ما عليكم إلا زيارة مواقع الأرصاد الجوية التي تبقى دائما في الخدمة 24 ساعة إلى 24 ساعة أشكركم على المتابعة لنعودة بعد قليل إن شاء الله والعودة لحياة بعد الفاصل